حضراتكم مرة أخرى عزيزية المشاهدين خلوني أرحب في هذه الفقرة دكتور أحمد سابت وأهم الأرقام والإحصاءات الخاصة بصفقات النادي الأهلي سواء في يناير أو حتى في الصيف الماضي زكا دكتور مشرفنا المعوضة الحمد لله تمام يعني طبعا وحشنيني وجمهور النادي الأهلي وحشني بأنه فترة يعني ما نظهرش إن شاء الله يعني الفترة دي تعدي على خير ونرجع تاني للكورة ونرجع نحلل تاني بإذن الله يعني خليني بس في البداية أشيد المقدمة بتاعت حضرتك في البداية على النادي الأهلي يعني النادي الأهلي بصراحة يعني خيره عالكل كل تأكيد من أول رئيس النادي لغاية أصغر حد في النادي يعني ده أبسط مثال كابتال محمود الخطيب مثلا يعني أنا بديك مثال برئيس النادي تحديدا كمان الناس يعني النادي الأهلي خيره عالكل يعني كابتال محمود الخطيب في النادي الأهلي من العمل مثلا كابتال محمود الخطيب أكيد النادي الأهلي ده أنا بديك مثال برئيس النادي من العمل مختار التيتش من العمل صالح سليم من العمل كابتن سابط البطل من العمل الناس دي كلها وبالتالي يعني أي حد فينا يتمنى يمشي جنب صور النادي كابتن اسلام أنا ملعبتش في النادي الاهلي ومجرد بس أن أنا بعمل كمحلل في قناة النادي يعني ده عرفتني بالناس ده دي حاجة كبيرة جدا كفاية بس أن الناس تشعر عليك أن ده الرجل بتاع النادي الاهلي ده حاجة كبيرة جدا ده فخر لأي حد ودي نعمة لازم الناس تحافظ عليها لازم تصونها النادي الاهلي وبصراحة كبير وأي حد بيمشي جنب صور النادي الاهلي يعني ونعمة بصراحة النادي الاهلي نعمة كبيرة جدا يعني علشان هناك بعض الأمور أو بعض الحملات الممنهجة اللي بتطلع في أوقات معينة لأن خد بالك هي باية مدرسة والله بجد أنا يعني مفروض كنت أقولي الكلام ده برضو في المقدمة ولكن هي مدرسة في مدرسة جديدة ظهرت أنها معناها إيه؟ أنها نطلع خبط في النادي الاهلي خلال فترة معينة بعد كده البرامج هتجري عليها بعد كده حبقا محتاج أن أنا أو حقدر أن أنا أقولهم أن أنا عايز في الحلقة أعلي نسبة المشاهدات كمان فهي مدرسة مدرسة خلال هذه الأيام بتحصل عايزيني يعله نسبة المشاهدات كمان نعم عايزيني يعله نسبة المشاهدات فأنت تتكلم عن النادي الاهلي بس إن شاء الحساب النادي الاهلي ها دي المشكلة بس أنا عايز أسأل حضرتك وكابت المانويل جوزيه كان بيسألكم في التشكيل كان ضمن الحاجات اللي اتقالت إيه اللي حصل؟ بمعنى حضرتك بقى كنت شاهد وواقع عيان على الكني كان مانويل جوزيه بيستشير بعض اللعيبة في التشكيل ده كلام يعني يدخل يعني مش هعرف بصير لا يا رجل مانويل جوزيه جايل أنا لما عاوز ألعب أقول له النبي مانويل أنا عايز ألعب أنا أبقى مستر مانويل أنا عايز ألعب فلعبني يعني كلام بصراحة يعني بيتقالع على النادي الاهلي في فترة لا ما أصدق البداية كلام غير منطقي يعني ما ينفعش أساسا مع الشخصية مثل زي مانويل جوزيه يعني أنت تعمل حاجة زي دي إذا كان إحنا ما كناش إحنا إنت بنبقى عارفين التشكيل بس مش عارفينه يعني بتقعد في المحاضرة وأنا شاهد على هذا الوقت يعني كنا بنقعد في المحاضرة إحنا عارفين مين التشكيل اللي هيلعب المنaisia عارفين مين اللي هيلعب باكريت ومين اللي هيلعب باكليفت وكل حاجة بتقعد في المحاضرة بتبقى مش عارفها مش عارف أقولها إزاي ولكن بتبقى مش عارف هتلعب ولا مش هتلعب في فهو شخصية كمان كان يتقالوا مين اللي يلعب وมين اللي ما يلعبش طبعا ده كلام يعني شخصيتين أقوى شخصيتين من وجهة نظر يعني كمان دخلوا النادي الأهلي كمدربين انا شايف مانويل جوزي وفايلر. الاتنين دول شخصياتهم قوية جدا. اه. من وجهة نظر يعني ما في حيش حد يقدر يقول لهم لا تشكيل. صعب او في النادي الاهل الكلام ده جماعة. ممكن يحصل في ايه ان ديها تانية. وانا اسف ان انا بقول هذا المنظوم يعني ما عرفش ان انا اقوله او ما اقولوش. هو حسني مين اللي مشى من النادي الاهل? كابتن اللجنة الكورة لما اجتمعت كان فيها كابتن محمود الخطيب. لا بعيدا فيها ميدة. لكن انا اصد ان منويل جوزي. منويل جوزي اه اتخذ القرار فني طبعا. سامح حسني يمشي من النادي ده. والقرار طلع للجنة الكورة. نفس اللي بيحصل دلوقتي ده يعني ده المنهج بتاع النادي الاهلي. والنادي الاهلي زي ما بنقول دايما مؤسسة. وقواعد وتمشي على كل. اه. وللرأي الاول في الاخر طبعا يعني المدير الفني. المدير الفني بيدي القرار للجنة الكورة او اللجنة الموجودة حليا بتجتمع. خلاص يا جماعة احنا موافقين على كده خلاص. ده رأي المدير الفني هو اللي مكمل. وعلى فكرة ده مشروع. بنسميه مشروع دايما في كورة القدم. ان يبقى عندك مدير فني. بيقعد معك سنة او سنتين سنتين تلاتة ويحطه مشروع. ويبني فرقة. ده اللي بيعمله النادي الاهلي دلوقتي. اه. اقول لها داك على حاجة. سر نجاح صندون. مثلا. في الفترة في الفترة الاخيرة مع المسيماني انه هو موجود من الفين واتناشر. صندون زي ما كانش اصلا موجودة على الخريطة يعني اعتبر. اه. بدأ يطلع من الفين واحد بعد كده يجي مسيماني عملهم. ليه? الاستقرار الفني والاداري ده اللي بيساعد اي فرقة. كذلك سر نجاح النادي الاهلي ايه? دايما كزا عامل بصراحة. اول حاجة الادارة. ادارة سواء بقى بمختلف في الادارات اللي جات في النادي الاهلي. الاستقرار الاداري الموجود. ما عمركش تسمع عن مشاكل موجودة في الادارة في النادي الاهلي. دي رقم واحد. رقم اتنين دايما النادي الاهلي بيصد. لا اه في مشاكل وفي اختلافات في وجهات النادي. طبعا بس بيبقى الاختلافات جوه النادي. برافو عليك هو ده. ما ينفعش تطلع. لو انا مسلا عايز انتقد النادي الاهلي في حاجة ما ينفعش اطلع يا جماعة كازا كازا ما ينفعش. لازم جوه البيت. عايز تنتقد? تنتقد جوه البيت. وهناك فرق كبير جدا ما بين الاختلاف والخلاف. طبعا. خلي بالك. من الممكن جدا ان يكون اختلافات وجهد نظر على احمد ثابت مسلا. اه. ما بين المشرف على الكرة ولجنة التخطيط وما بين المدير الفني. اه. ولكن في النهاية كمؤسسة كمؤسسة مؤسسة النادي الاهلي ايه اللي بيحصل? اه. رأي المدير الفني هو اللي بيمشي. طبعا. اذا اقتنع بكلام فني اللجنة لجنة التخطيط والمشرف على الكرة ومين المشرف على الكرة. اه. مين المشرف على الكرة. بلاش عشان ما ما يبقاش بنتكلم على كابت الخطيط. هو قبل كده. اه. كابتن حزر حمدي كابتن خطيط كابتن الطريق السليم. يعني عزماء واساطير. طبعا. وكان مين المدير الفني مانويل جوزيه. طبعا. وعندما قرر مانويل جوزيه ان اه اه فلان يمشي اه خلاص. تم مناقشته في الموضوع هو شاف من الناحية الفنية ان فلان ده لازم يمشي مشي. واي ادارة بيبقى لها اخطاء. ده طبيعي. اي واحد في الدنيا بيبقى ليه اخطاء. اه ما ينفعش. طبعا. اه مش مش يعني الدنيا مش مش احنا مش لما بيبقى في اخطاء بنقولها. ده ده طبعنا في القناة هنا على طول. لما بيبقى حتى فيه كلام في الفنيات او فيه اخطاء من في التغيرات بنتكلم فيها وبنقولها. بس في نفس الوقت بنراعي حتى هنا في القناة ما ينفعش مسلا يعني مسلا يبقى عندنا يوم السبت واحنا بنلعب يوم التلات مع المقصة ونطلع نقول في القناة ايه? ده فايلر مسلا مش حال ايه في التغييرات? اللعيب الفلاني وحش. مش حال ما ينفعش. انت بكده بتوقع الفرقة. انت دورك هنا في القناة ان انت اه تحافظ تقولها جماعة والله كان في بعض السلبيات بس في نفس الوقت احنا علينا الدعم. ليه? لان انت عندك ماتش يوم السبت لازم كلنا لازم نحافظ على استقرار الفرقة. بعد كده في نهاية الموسم تعالى بقى انحاسب بالورقة والقلم. الراجل ده عمل ايه? الراجل ده عمل ايه? الراجل عمل. زي ما لجنة الكورة بتعمل. بتيجي في نهاية بتشوف الاحتياجات الفنية. مثلا محتاج كزا محتاج بديل لكزا محتاج كزا. ده اللي بيشوفوه بالارقام بالاداء برأي المدير الفني برأي لجنة الكورة. ده اللي موجود حاليا في نادي الاهلي وسر نجاح النادي الاهلي. رقم واحد. طبعا الجمهور النادي الاهلي. رقم اتنين الادارة. المنظومة كل. رقم تلاتة الجهاز الفني. رقم اربعة اللعيبة. فدايما الاربعة دول لما بيكونوا متجاملين بتبقى بنجاح لاي منظومة بصراحة. طبعا. طيب اه خلينا نتكلم عن